قام أكثر من مئة ألف بريطاني بالتوقيع على مذكرة تطالب باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نيتانياهو خلال زيارته إلى لندن بتهم ارتكاب جرائم حرب ومذبحة ضد أكثر من 2500 مواطن فلسطيني في عام 2014 وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية أن نيتانياهو سيقوم بزيارة إلى بريطانيا هذا الأسبوع ومن المرجح أن تجد الحكومة البيطانية نفسها مضطرة لطرح مسألة اعتقال نيتانياهو أمام مجلس العلوم خلال زيارته المقبلة إلى لندن من جات أخرى وافقت حكومة الاحتلال على تعيين مارك ريجيف المتحدث باسم نيتانياهو سفيراً لبلاده في بريطانيا